دورة! 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 في لبنان لا صوت يعلو هذه الأيام على دوي الصفعة التي تلقاها حزب الله وحلفائه في الانتخابات إلى جانب انتصارات مفاجئة للمرشحين الجدد ضد الأحزاب الكبيرة في صفعة أخرى من الناخبين للطبقة السياسية التقليدية بينما سجلت الانتخابات ما بدأ أنه عزوف من السنة مع اعتزال زعيمهم البارز سعد الحريري وأظهرت الاحصائيات الأولية أن حزب الله وحلفائه خسروا الأغلبية التي حصلوا عليها في انتخابات عام 2018 ودفعت بلبنان للدوران في فلك إيران وحقق معارض حزب الله وأبرزهم حزب القوات اللبنانية المسيحية مكاسب كبيرة تمكنه لأول مرة من التساوي في عدد المقاعد مع التيار الوطني الحر الذي كان أكبر حزب مسيحي في البرلمان منذ عام 2005 وظل على الدوام حليفا لحزب الله منذ ذلك الحين وقال مهنة حاج علي من مركز كارنيكي الشرق الأوسط الحلفاء المسيحيون لحزب الله خسروا ما يدعم مقولتهم بأنهم يمثلون أغلبية المسيحيين ووصف ذلك بأنه ضربة كبرى لحزب الله ولقوله إنه يحظى بدعم شعبي من كل الطوائف اللبنانية وقد تفتح نتيجة الانتخابات الباب أمام دول الخليج لممارسة دور أكبر في لبنان لتطويق النفوذ الإيراني لكن تشكيل برلمان منقسم سيؤدي على الأرجح إلى جمود سياسي وتفاقم التوترات والصراع مع سعي الفصائل المنقسمة بشدة للتوصل الاتفاقات لاقتسام السلطة بتوزيع المناصب الكبيرة في الدولة مما يهدد بمزيد من تأجيل الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسيزيد ذلك كله من احتمالات الانهيار الاجتماعي الداخلي أو الحرب الأهلية في البلاد ترجمة نانسي قنقر